فقرة الجمال اليوم رح نتناول وصفات طبيعية وصفات تشبه مفؤول الكيراتين أكيد ممثل مفؤول الكيراتين بس تغنينا عن استخدام الكيراتين للناس اللي متحب بسوي الكيراتين لأنه نعرف الكيراتين بهواية أبرار بهواية مواد كيميائية فاليوم وصفاتنا طبيعية مية بالمية رح نحصل على شعر أملس نائم وصحي ولامع بنفس الوقت ولهاي الوصفات هي وصفة حليب جوز الهند مع الليمون مكوناتها وطريقة أملها جدا سهلة نجيب ربع كوب من حليب جوز الهند وملعقة من الليمون ملعقة كبيرة من عصير الليمون نخلط المكونات مع بعض حتى يصبح المزيد متماسك ونخلي هاي الخلطة بالتلاجة لمدة يوم واحد ثاني يوم تكون الوصفة والخلطة جاهزة نطبقها على الشعر بالكامل من فروة الرئيس إلى نهاية الشعر نحطها تقريبا نعوفها على الشعر لمدة نص ساعة بعدين أكيد نخسل شعرنا بالشامبو والكونديشنر المناسبة ومية شحلة رح نحصل على شعر أملس ونائم بس بطريقة طبيعية فعلا بان مثل ما ذكرت الكيراتين نتائجة حلوة بس هو بمواد كيميائية قوية جدا على الشعر وممكن أنه تسبب سلف الشعر بعد فترة وبشكل عام كل المعالجات اللي تسرح الشعر رح تكون مضرة على المدى البعيد فهذه خلطات طبيعية بنهاية حتى إذا ما فادتكم ما رح تضركم ولكن رح تنطيكم شعر ناعم وصحي وبنفس الوقت مكوناتها موجودة بكل بيت أما الوصفة اللي أنا جابتكم ياها اليوم هي وصفة الحليب مع العسل كل نحتاجها ربع كوب من الحليب السائل نخلطها مع ملعقتين من العسل ملعقتين كبار من العسل نحطها على شعرنا كاملا من الجذور حتى الأطراف ونتركها على الشعر ما يقارب الساعتين لازم أنه ينترك فترة طويلة شوية هذه الخلطات وبعدين أكيد نشطفها بالشامبو والماء الفاتر أنا أحب الخلطات الطبيعية دائما وأحب أقرأ عنها وأطبقها على شعري وأكيد دائما أي خلطة نستخدمها ما رح نلقي النتيجة بسرعة اللي نحنا نتمنى نحصلها لازم باستمرارية في بعض الأحيان يعني مدة السنة يمكن نظل نستمر على هذا الشي ونشوف التحسن فدائما نختار لكم خلطات حتى تقدرون أنتوا تختارون منها الخلطة المواد المتوفرة عدتكم أما خلطتي اليوم رح تكون عبارة عن بيضتين وموز خلوهم بالخلاط يعني موزة مثل ما هي بالقشر مالتها تخلوها بالخلاط وتخلوهم مياها 2 من صفار البيض لما تحصلون على خليط متجانس تخلوه على الشعر وتغطوه بكيس بلاستيكي وتخلوه لمدة ساعتين طبعا يفضل أنه تبللون الشعر قبل ما تخلوه هذه الخلطة بعد الساعتين عادي تغسلوه بالشامبو والكونديشينار المفضل لكم بنات مثل ما شفتوا أنه الموزة خليناها هي وقشرها لأنهم تتخلوه الفوائد الموجودة بالقشر مالموس خصوصا للشعر اشتركوا في القناة